موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في الحلقة الجديدة من برنامجكم في أروقة رمضان هذه الحلقة السادسة واليوم هو اليوم السادس من شهر رمضان المبارك ويوافق هذا اليوم بدء حصار عمورية هذه معركة خلدها الشعر أكثر مما خلدها التاريخ العسكري وهي المعركة التي أنشدت فيها القصيدة الأشهر لأبي تمام التي مطلعها السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وهي يعني ربما أحلى وأجمل قصائد أبي تمام وواحدة من أشهر قصائد العرب في كل الأدب العربي هذه القصيدة أنشدت عند فتح عمورية في يوم ستة رمضان كان بدء حصار هذه المدينة هي أيضا فتحت في رمضان ولكن لأنها فتحت في سبع تاشر رمضان ونحن جعلنا يوم السبع عشر من رمضان بإذن الله للحديث عن استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب لأنه استشهد في نفس التاريخ فقد اخترنا أن نتكلم اليوم عن بدء حصار هذه المدينة الذي بدأ في يوم ستة رمضان ما حكاية فتح عمورية المعتصم بالله المعتصم بالله خليفة العباسي من طرائفه أنه عرف بالخليفة المثمن لأنه كان الخليفة الثامن من بن العباس يعني قبله سبعة خلفاء هو الخليفة الثامن وكانت مدة حكمه ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثمانية أيام فطبعا الخليفة المعتصم جاء بعد المأمون هو الفارق بينهما فارق كبير لم يكن رجل سياسة وعلم على عكس المأمون المأمون كان عالما يعني ذو قدر كبير المعتصم كان رجل حرب فحسب كان رجلا عسكريا والسر في أنه لم يتدرج في العلم أنه كان يكره الكتاب وطبعا المعتصم كان الولد الثالث لهارون الرشيد بعد الأمين والمأمون فلم يكن يتوقع أن تقول إليه الخلافة فلما كان يذهب إلى الكتاب مع صديق له فلما مات هذا الصديق قال له هارون الرشيد أحزنت عليه قال والله يا أبتي لقد ارتاح فلن يذهب بعد اليوم إلى الكتاب فقال الرشيد أو قد بلغ بك كره الكتاب هذا المبلغ لا تذهب إليه فلم يتعلم المعتصم وبالتالي صار رجل حرب فحسب ما يهمنا الآن من قصة المعتصم أن المعتصم كان من أخطر التحديات التي واجهها وورثها من عهد أخيه هي تمرد بابك الخرمي هذا الرجل تمرد تمردا كبيرا في أذربيجان يعني منطقة متاخمة للحدود الإسلامية من بين بحر قزبين والبحر الأسود فهذا التمرد كان تمرد شديد ونشأ تحالف بين بابك وبين الروم والروم كانوا يستغلون انشغال الدولة الإسلامية ببابك فيهاجمون المناطق الحدودية وأحيانا كانوا يمدون بابك بأسلحة وكذلك بجنود وأحيانا كانوا يستقبلون في بلادهم جنوده المنهزمين من المعارك مع المسلمين فكان بينهما هذا التحالف في عصر المعتصم عندما اقترب بابك الخرمي من نهايته ونهايته أيضا نصر رمضاني بإذن الله سنتناوله في حلقة قادمة من هذا البرنامج أرسل بابك إلى ملك الروم أنه الآن الجيوش الإسلامية كلها عندي فهذا وقت مناسب لتتحرك جيوشك لتهاجم ديار المسلمين لأن الثغور خالية بالفعل من جيوش المسلمين وبالفعل تحرك ملك الروم كان اسمه تويفول ابن ميخايل في جيش من مائة ألف فاجتاحوا حصنة زبطرة حصنة زبطرة هذا يعني الآن في الثغور الشامية يعني في الجنوب التركي وفي الشمال الشامي فاجتاحوا حصنة زبطرة واجتاحوا أيضا مدينة معروفة اسمها مدينة ملطية وقتلوا كثيرا من المسلمين أثروا كثيرا من المسلمين حتى أن عدد الأسيرات بس عدد الأسيرات فقط بلغوا ألف امرأة مسلمة ولم يكتفي بالأسر بل أنشب التعذيب في المسلمين وهؤلاء الأسرى الذين أخذهم بدأ في قطع آذانهم وأنوفهم وسمل أعينهم يعني فقأ أعينهم فكان نوعا من الإذلال والانتقام الذي لم يترفع عن أخلاق الحرب لما سمع المعتصم بهذا غضب جدا خصوصا وأنه قد جاءته أنباء أن بين الأسرى امرأة صارت تصرخ حين كانت تؤثر على المعتصم كأنه ميت وتقول ومعتصماه ومعتصماه فعلى الفور وهذه المعركة يمكن أن حتى نسميها معركة الغضب على الفور قام المعتصم بتجهيز الجيوش وأعلن أنه سيقود هذه المعركة بنفسه واستعد استعداد من يؤمن بأنه لن يرجع إلا منتصرا أو شهدا جمع القاضي والشهود فأشهدهم أنه أملاك وضياع وما لديه قسمه ثلاثة أقسام ثلثه صدقة وثلث لولده يرثوه من بعده وثلث لمواليه وبالتالي يعني ذهب مذهب من يريد الشهادة من الأمور المشهورة في هذه الحرب اعتراض المنجمين على خروج المعتصم وهنا مسألة مهمة أشير إليها الآن إشارة سريعة في ذلك الوقت كانت العلوم مختلطة يعني لم تكن هناك كتب للطب وكتب للفلسفة كانت كتب الطب والفلسفة مختلطة علم الفلك والتنجيم مختلط الكيمياء والسحر مختلط وبالمناسبة هذه الأمور لم تنفصل إلا على يد المسلمين في ميراثهم الحضاري هم الذين ميزوا بينما في هذه العلوم من الحق ومن الباطل فلذلك الذين كانوا ينظرون في الفلك كانت الأمور مختلطة في المنجمون اعترضوا على وقالوا يعني أن أخبار النجوم وأحوال النجوم تقول بأنه ليس من المناسب خروج جيش المسلمين في هذا الوقت على كل حال سنأتي بعد قليل إلى هذا الأمر لكن المعتصم رفض أقوال المنجمين وجهز الجيش جهازا كبيرا في بداية أول طبعا ما وصله الخبر أرسل جيشا بقيادة أحد أتباعه اسمه عجيف بن عمبسة لمحاولة إدراك مدينة زبطرة للهجوم التي تعرضت له لكن جيش عجيف هذا لم يدرك إنقاذها لأنه ملك الروم اجتاحها وخربها وعد إلى بلاده يعني لم يبق فيها ولم يستولي عليها فرجعوا إلى الخليفة هذا الجيش جيش عجيف فاشتد غضبه ثم بدأ مسألة الثأر والانتقام سأل أي بلاد الروم أمنعه فقيل له عمورية عمورية لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام وهي أشرف عندهم من القسطنطينية هي في الحقيقة نستطيع أن نعتبرها المدينة الدينية الثانية بعد القسطنطينية عمورية وطبعا في الطريق إليها مدينة أنقرة التي هي العاصمة التركية الآن تجهز المعتصم للحرب جهاز يعني جهاز يصفه المؤرخون بأنه لم يتجهز أحد كان قبله بمثل ما تجهز به ووضع الهدف النهائي أنه يقتحم أنقرة وعمورية وهما أعظم وأحصن مدينتين بعد القسطنطينية وضع المعتصم الخطة بحيث يتوجه جيشان من طريقين مختلفين إلى أنقرة أنقرة أولى ثم عمورية الجيش الأول قسم الأول قسم بقيادة قائده التركي اسمه الأفشين وهذا يخرج من مدينة سروج إلى أنقرة الجيش الثاني هو جيش بقيادة المعتصم نفسه لكن هذا الجيش منقسم إلى جيش أساسي وطليعتين طليعة يقودها قائد تركي اسمه أشناس وطليعة أخرى يقودها قائد تركي اسمه وصيف طبعا كل هؤلاء القادة أتراك لأن الخلافة العباسية في ذلك الوقت كان عمادها العسكري هو من الأتراك الجيش الثاني الذي سيقوده المعتصم هذا سيتحرك من طريق آخر غير الطريق الذي تحرك منه جيش الأفشين يجتمع عند منطقة تسمى حصن الصفصف هنا سنجد الأخبار يعني المخابرات الحربية الإسلامية أدت استطلاعها بكفاءة فأنقذت طليعة أشناس من كمين قاتل لملك الروم اتضح أن ملك الروم لم يعود إلى بلاده وإنما كمنا في منطقة عند نهر معين اسمه نهر اللمس ليهاجم هذه الطليعة التي يقودها أشناس عبر مخاضة في النهر يعني مكان في النهر قريب يمكن للعسكر العبور عليه وهذه المخاضة لم تكن معروفة للمسلمين لكن هذه الرسالة التي وصلت إلى المعتصم سارع المعتصم فأرسلها إلى طليعة أشناس فأوقف بها تقدمها فانتظرت عند موقع يسمى مرج الأسقف انتظرت وانتظر الجيش وصول المعدات الثقيلة اللي هي المجانيق التي تكون عادة في مؤخرة الجيش عند مرج الأسقف أمر المعتصم طليعة أشناس بأن تحاول استطلاع خبر ملك الروم هو أين بالضبط يعني المعلومة التي وصلت إلينا كانت معلومة أنه يعد كمينا عند نهر لكن نحن لا نعرف أين هو فحاول أشناس أن يخرج سرايا من جيشه من طليعته هذه فأخرج سرية من مئتي فارس هذه السرية قدر الله لها أن تأسر مجموعة من الروم وهؤلاء المجموعة قدموا معلومة غالية منها أنهم كانوا في ذلك الوقت عند حصن يسمى حصن قرى هذا الحصن صاحبه يعني صاحب هذا الحصن كان يعد كمينا لهذه السرية كانت سرية بقيادة عمر الفرغاني قائد من القواد العسكريين فهؤلاء الأسرى حين أخرجوا هذه المعلومة سارع القائد عمر الفرغاني بتجميع المجموعات التي انطلقت لكي تستكشف مكان الروم ووضع خطة جديدة فأفلت من كمين صاحب الحصن ورجع إلى طليعة أشناس ومعه الأسرى المعلومة الثانية التي ظفرنا بها من هؤلاء الأسرى أن ملك الروم ينتظر منذ أكثر من ثلاثين يوما ينتظر عبور جيش المعتصم لنهر ألمس هذا فهو هذا النهر هو مكان كمين جيش الروم المعلومة الثالثة أن ملك الروم حين فوجئ بأن المسلمين منقسمين إلى جيشين وأن هناك جيش سبق الذي يقوده الأفشين توغل في أرض الروم حاول ملك الروم أنه يقسم جيشه فانطلق هو بقسم لكي يلحق بالأفشين وأبقى القسم الثاني بقيادة ابن خالي الملك فحاول المعتصم أن ينقذ جيش الأفشين وأن يحذره من أن ملك الروم الآن يطارده أرسل عدة رسل من طرق مختلفة لتلحق بالأفشين وحاول أن يعطيهم جائزة جعل لكل منهم عشرة آلاف درام لكن كان جيش الأفشين توغل ولم يستطع أحد أن يصل إليه وهنا في هذه اللحظة جيش الأفشين يطارده جيش الروم وبقي جيش الروم ينتظر المسلمين في كماء ماذا سيحصل هذا ما نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مسيرة معركة عمورية وصلنا إلى أن ملك الروم انطلق خلف جيش الأفشين والمسلمون لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الأفشين وأن بقية جيش الروم في كمين عند هذا النهر صحيح طليعة أشناس استطاعت تجنب الكمين وانضمت إلى جيش المعتصم وجاءت المعدات الثقيلة مع جيش المعتصم وتحركوا جميعا نحو أنقرة هناك في أنقرة كان من فضل الله أيضا أن أوقع في يد المسلمين أسيرا روميا جديدا هذا الأسير افتدى نفسه بأن دل المسلمين على مكان فيه مرعى وأعلاف طبعا الجيش الإسلامي بدأ يتعرض لضائقة مع طول المسافة والتوقف فدلهم على مكان فيه أقوات وأعلاف ودلهم على المكان الذي هرب إليه أهل أنقرة حين سمعوا أن جيش المسلمين قد جاء إليه وبالفعل تم له ما أراد وانطلق جيش المسلمين بعد أن تزود من الأعلاف والأقوات بما أراد وهنا استطاع المسلمون أن يحاصروا أنقرة جيش المعتصم الذي انضمت إليه طلائعه ووصل إلى أنقرة وهناك يعني ظفر بهذه الأقوات وهذه المرعى ولكنه فوجأ في أنقرة ببشير آخر ملك الروم الذي انطلق على رأس قسمه من الجيش لملاقات جيش الأفشين وصل إليه بالفعل ودارت معركة هائلة بينهما في 25 شعبان سنة 223 عند منطقة تسمى لورلا وهذه المنطقة قدر الله تبارك وتعالى أن انتصر فيها المسلمون على جيش الروم ومزقوه تماما بحيث صار لا يدري أحد من الجيش الممزق أين موضع الكتائب الأخرى ولا حتى أين ملك الروم لينحازوا إليه فتشتت جيش ملك الروم فعادت الفلول إلى معسكر الجيش الرئيسي فإذا بهم يجدون الفوضى ضاربة بأطنابها في معسكر الجيش الرئيسي لأنه ابن خالد الملك تنازع مع الأمراء ونشبت بينهم خلافات كبيرة فلما عاد ملك الروم نفسه اللي هو تويفل ابن مخائيل وجد جيشه في وضع قاتل فلم يجد إلا أن يقتل ابن خالده ربما قتله لإرضاء الأمراء ربما قتله لأنه رأاه مسؤولا عن هذه الفوضى التي صار إليها الجيش وأرسل ملك الروم إلى بقية الأنحاء أن يطردوا وأن يضربوا كل من انحاز إليهم من الجيش الفار فليحاول تجميع هذا الوضع حتى يدرك أن يقاتل مرة أخرى في عمورية التي كانت هي هدف المسلمين التالي وانتهى جيش المعتصم من غزوته في أنقرة توجهوا جميعا إلى عمورية وهناك بدأ الحصار من جديد حول عمورية هذا الحصار الذي بدأ كما قلنا في يوم ستة رمضان في تاريخ هذا اليوم طبعا كانت وصلت إلى المعتصم رسالة الأفشين تخبره بما جرى من النصر الذي أنزله الله على المسلمين وتؤكد أن مصار الخطة كما هي وأن الجيشين سيلتقيان مرة أخرى في أنقرة من أنقرة أعاد المعتصم هيكلة الجيش جعله ثلاثة جيوش وفي الطريق من أنقرة إلى عمورية دمر المعتصم كل ما يمكن أن يكون من قدرات الروم الاقتصادية يعني سواء أسلحة أو أعلاف أو أي قدرات اقتصادية يمكن أن تساعد الروم وبالتالي فقد الروم في هذه المعركة خسائر اقتصادية كبيرة ثم اجتمعوا عند عمورية بدأوا حصارها في يوم ستة رمضان كما قلنا وثم أوقع الله في يدهم أسيرا مسلما هذا الأسير المسلم كان قد أسر منذ وقت طويل وتزوج بنصرانية ولكنه لما رأى جيش المسلمين فأقبل إليهم ونهض إليهم طبعا عمورية كانت مدينة حصينة السور أمامه خندق كبير حاول المعتصم في البداية أن يردم هذا الخندق لكي تجري عليه الدبابة الدبابة اللي هو الهيكل الخشبي الكبير الذي كان يختبئ فيه المقاتلون فلم تنجح هذه الخطة لكن هذا الأسير جاء بالمعلومة الغالية وهي التي تقول أن هناك جزء من السور مهدم هذا الجزء المهدم من السور لم يبنه الوالي لم يرممه الوالي ترميما جيدا فدلهم على هذا المكان فبالتالي كانت هذه معلومة عظيمة جدا ركز المسلمون هجومهم ومجانيقهم على هذا المكان وطبعا استبسل الروم في الدفاع عن ذلك المكان لكن في نهاية الأمر انهار السور عبر هذا المكان وبفضل هذه المعلومة التي جاء بها الأسير المسلم وتدفق الجيش إلى داخل عمورية وحصل النصر الكبير الذي لأم مدينة عمورية تقتحم لأول مرة المدينة المقدسة دينيا والمدينة ذات القدرات الاقتصادية وبالتالي انتصر المسلمون هذا الانتصار الكبير الذي خلده أبو تمام في شعره في قصيدته المشهورة التي يقول فيها سيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريبي والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهبي يعني هنا أبو تمام يدين وينكر على المنجمين يقول لهم والعلم يعني الحقيقة في شهب الأرماح في الرماح حين تتحرك كأنها تصنع شهبا بين الخميسين يعني بين الجيشين لا في السبعة الشهبي يعني ليست في النظر في النجوم أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن لعبي تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي يعني ليس فيها فائدة عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجبي وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدى الكوكب الغربي ذو الذنب ويستمر أبو تمام فيقول في وصف هذا الفتح فتح الفتوح تعالى أن تحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغبي لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب هنا يصف ما يفعل المعتصم من قوة وكيف كانت له همة وهيبة يقول أنه حتى لو لم يخرج بجيش فهو بنفسه سيكون جيشا من الرعب يقول لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب لو لم يقد جعفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجبي ويمدح المعتصم فيقول بأنه أجاب هذا الإمبراطور بالسيف ولم يجبه بالرسائل والخطب والكتب والأمور دبلوماسية يقول أجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو أجبت بغير السيف لم تجبي هيهات زعزعة الأرض الوقور به من غزو محتسب لا غزو مكتسب وهذه جملة مهمة أن نتأملها أن المسلمين في غزوهم لم يكونوا أهل مال ولا أهل غرض ولا أهل الدنيا وإنما كانوا أهل كرامة وشرف يقول أن الأرض زلزلت بملك الروم هذا لأنه واجه رجلا لا يبحث عن الأموال وإنما يبحث عن الشرف والدين من هيهات زلزلة الأرض الوقور به من غزو محتسب لغزو مكتسب إن الأسود أسود الغيل همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب ويمدح المعتصم بقوله خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب أبقيت جد بني الإسلام في صعد يعني أبقيت حظ المسلمين ومجد المسلمين وشرف المسلمين أبقيته في علو ورقي وسمو والمشركين ودار الشرك في صبب بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب ويذكر هذه الموافقة والمناسبة بين غزوة بدر التي كانت أيضا في 17 رمضان وبين هذا الفتح الذي كان في 17 رمضان فيقول لو كان بين صروف الدهر من نسب موصولة أو ذمام غير منقضب فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب فهنا ترى أيضا هذه الموافقة الجميلة وفي هذه القصيدة يقول له لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرة كأس الكرة يعني النوم لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرة ورضاب الخرد العربي يعني لما سمعت هذا الصوت هرقت له يعني كسرت له النوم ومجالسة النساء وإنما نهط إلى هذه المكرومات وهذا الثأر والحمية لهذا الدين فخلد النصر نصر فتح عمورية بهذه القصيدة وحمل المعتصم ما استطاع أن يحمله من كنوزها ومن ضمنها باب كبير عاد به إلى بغداد وصار منصوبا في دار الخلافة ولا تزال الكتب التاريخ تحدثنا بهذا الباب الذي صار يعني كان منصوبا في دار الخلافة فهذا أيضا نصر رمضاني شريف كبير وافق ذكرى بدر وخلد به اسم المعتصم الذي تقريبا لم يخلد بعمل هو أشرف من هذا العمل وكانت طبعا كما تعرفون جميعا محنة الإمام أحمد في زمن المعتصم أيضا فلما رأى الإمام أحمد همة المعتصم في هذه الحرب قال قد عفوت عنه ويعني سامحته في هذا وكان هذا يعني موافقة رمضانية جليلة شريفة من أيام نصرنا الكبير الخالد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا زمن انتصاراتنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة